وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطا يحذر من نشاط إيران في شمال إفريقيا ويقول إن المغرب سلم قاسم محمد تاج الدين للولايات المتحدة الأمريكية بعد اكتشاف أنه أحد أكبر مسؤولي حزب الله الذين يشاطون في إفريقيا وقال بوريطا في مقابلة مع فوكس نيوز الأمريكية إن المسؤول بحزب الله تم توقيفه في الثاني عشر مارس 2017 بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة تبيض الأموال والانتماء إلى منظمة رهابية وأضاف أن توقيف مثل نقطة التحول والعنصر الأهم الذي غير طبيعة العلاقة بين البوليساري وحزب الله مدافعا عن قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران قائلا أن جهاز المخابرات المغربي اكتشف أن حزب الله حليف إيران يعمل على تزويد جماعة متبردي جبهة البوليساريو بالسلاح وأن القرار كان قائما على تقييم المغرب الخاص ومعلوماته وعلى اعتبارات مرتبطة بالأمن القومي وقال الوزير المغربي أن السياسة الأمريكية للتصدي لأنشطة وتدخلات النظام الإيراني من غير المرجح أن تتوقف عندها هذه التدخلات بعد أن الإسلام المعتدل والوسطي الذي يدعو إليه المغرب يشكل إزعاجا للنظام الإيراني وفق الوزير وكانت المغرب قد علنت بداية ما يقطع علاقاتها مع إيران لصلتها بتوريد السلاح للبوليساريو وذلك وسط سلسلة من التطورات عرفتها القضية الصحراوية حيث شكل المغرب مؤخرا ما قال إنها انتهاكات من البوليساريو للمناطق العازلة ضمن سلسلة تطورات من بينها حكومة أوروبية باستثناء المناطق الصحراوية من اتفاقيات الصيد الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي